أن تمزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فاخذتهم الساعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى صبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطورة بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجة وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وخلنا منهم ميثاقا غليلا فبما نقلهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير العقل وقولهم قلوبنا غلفهم ضوضب الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم ابوتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سربوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع وظن وما قتلوه يقينا بر وفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننا به قبل موته ويوم القيامة يكونوا عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالبادل واعتدنا للكفرين منهم عذابا أليما لكن راسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاد ويعقوب والأسباب وعيسى وعيوب ويونس وارونا وسليمان واتينا داود زبورا ورسلهم قد قصصناهم عليك من قبله ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والمرائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين أكفروا وصدوا عن سبيل الله أظلوا غلالا بعيدا إن الذين أكفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليديهم ضريقا إلا بريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس فجاءكم الرسول بالعب من ربكم فامنوا حيلا لكم وإن تفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحد إنما المسيح عيز ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة امتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون أله ولد له ما في السماوات وما في الأرل وكفى بالله وكيلا لن يستنقف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنقف عن عبادته ويستكبر فسيعشرهم إليه جميعا فأمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفي وفيهم عجورهم ويزيدهم من فرله وأمن الذين استنقفوه واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قج جاءكم برهان من ربكم وأغزلنا إليكم نورا مبينا فأمن الذين آمنوا بالله واعتزموا به فسيدخلهم برحمة منه وفرل ويأديهم إليه صرابا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن إنشؤنها لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما تركا وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلطان من ما تركا وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فلذا كريم فضوح الزلطان فياني يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل السويد وأنتم حرم إن الله يعكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تعلوا شعائر الله ولا الشهر الهرام ولا الهديا ولا الغلائد ولا أمنين البيت العرام يبتغون فضلا ورربهم ورذوانا وإذا هللتم فاصدادوا ولا يجرمنكم شنع نبوم إن صدوكم عن المسجد العرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان والتقوى والتقوى إن الله شديد العقاب حرمد عليكم المهتة والدم والعم الخنزير وما أهلا لغير الله به والمنغنقة والموجودة والمتلدية والنطيعة وما أكلت السبع وما أكلت السبع إلا ما ذكيتم وما ذبها على النصب وأن تستغزموا بالإذلام ذلكم فسقني اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وحليت لكم الإسلام دينا فمن الضرع في محمسة وإلى متجانف لإذن فإن الله غفور الرحيم يسلينك ماذا أهلا لهم قلوا هلا لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون هنا مما علمكم الله فكنوا مما أمتكن